صباح الخير من جديد ومجموع من الأخبار الرياضية مع زميل محمد حسيبة محمد صباح صباح النور أشرف بالأمس كان تشييع جثمان شيخ المدربين مظهر السعيد يعني الله يرحمه تعزينه من أسرة رؤية قاطبة لأسرته وعائلته الجنازة حفلت بعدد كبير من نجوم الكرة الأردنية يعني شوف أشرف بالتأكيد ما منقدر نحكي إلا أن الله وإن الله يراجعون مظهر السعيد كاسم كبير في الرياضة الأردنية وليس في كرة القدم فقط وأيضا بالأردن بشكل عام يعتبر من أحد الرموز الكروي التي حققت النجازات على مدار السنوات ما يميز مظهر السعيد أنه كان لعب مميز وأيضا استطاع أنه كمدرب أنه يستكشف عدد كبير من اللاعبين النجوم والموهوبين أمثال نحكي حسون الشيخ حاتم عقل هيثم الشبول كثير من اللاعبين اللي مروا على تاريخ الناد الفيصل والمتخبات الوطنية وأيضا نحكي كمدرب استكشف الكثير من المدربين دائما كنا نعاني بالكرة الأردنية من قلة الأشخاص اللي بيقدروا يستكشف المدربين أو يطوروا اللاعبين النجوم يحولوهم إلى مدربين شفنا الأستاذ مظهر السعيد رحمة الله عليه الكابتن راتب العوضات تتلمذ على إيده كلاعب وكمدرب عدنان عوض أيضا شفناهم كلهم مبارحة على الحزن والأسى في جناسته وفي ودعه بالتأكيد مظهر السعيد حالي لن تتكرر في كرة قدم الأردنية كل الأسماء اللي حكيتها يعني الجنازة مثل ما عم نشوف حفلة بالعديد من نجوم الكرة الأردنية وأيضا المسؤولين عن القطاع الرياضي في الأردن أجرينا عدد من المقابلات تحدثوا فيها عن مشاعرهم بهذا الحدث وفاة شيخ المدربين مظهر السعيد خلنا نشوف بعض المقابلات وبعض كلام من اللاعبين أو يمكن ما رح نشوفها يمكن شوفنا إحنا عزاء من الجنازة طيب يعني بنرجع بنقول إنه تعزين الحارة لعائلته الكريمة نحن لموضوع آخر وهو إنه أحمد هايل نجم المنتخب رح يرجع للفيصلي وكيف بتشوف رجعته للفيصلي وهل ستكون إضافة أخرى للفيصلي من جديد؟ يعني هو شوفه بالتأكيد أحمد هايل نجم بالكرة الأردنية غاب منذ عامين بسبب الإصابة اللي اتعرض إلها مع النادي العربي الكويتي الإصابة اللي كانت بالرأس واللي هي أخلقت الشارع الرياضي الأردني أحمد هايل من عامين هو بالراحة الإجبارية بسبب العلاج النادي الفيصلي منذ عامه هو بفكر استقطب أحمد هايل ولكن كانت الأمور ملخبطة عنده ولكن العقوبات العربية اللي حرمت خمسة لاعبين أجبرت النادي الفيصلي بالتحرك الجاد حوله إقناع هذا اللاعب أنه يكون في خط الهجوم للنادي الفيصلي وتم جلسة يومها منذ بين اللاعب أحمد هايل والمدرب الكروات دراقان وعضو مجلس إدارة النادي الفيصلي سامر حراني تم الاتفاق المبدأ على عودة اللاعب أحمد هايل بجوزة هذا خبر سار للكرة الأردنية خبر سار للمنتخب الوطني أيضا أنه يرجع أحمد هايل نتمنى أنه أحمد هايل يرجع بالصورة اللي احنا كنا عارفينه من قبل قبل السنتين قبل هو ما يغيب بسبب الإصابة حتى ما نتفاجأ أنه نفقد أحد المهاجمين اللي دائما كان يحسم الإمباريات الهامة وخصوصا نتذكر هدفه التاريخي في مرمى اليابان بتصفيات كأس العالم الماضية اللي أهل المنتخب إلى الملحق الآسيوية في تصفيات كأس العالم بالتأكيد أحمد هايل يعتبر خامة كروية مميزة في القرى الأردنية ورح يكون في إضافة مميزة لدور المحترفين في حال عودته مع فريق الناد الفصل نتكلم من محلي لدولي يعني اللعب الدولي الهولندي روبين اللي حد لما سيرته مع منتخب بلاد وإذن فشلهم ببلوغ نهايات كأس العالم كيف بتشوف القرار؟ يعني شوف هو قرار بجوز يعني أغلب اللاعبين دائما لما يفشلوا في مهمة بيكون أول قرار أنهم انفعال اعتزال اللعب فبالتأكيد أنه دائما اعتزال اللعب الدولي بيكون قرار صعب نوعا ما ولكن هو كلاعب يعني بجوز تخطى حاجز الـ 34 عام بيقولك أنه أنا ما إلي فرصة مستقبلا مع المنتخب الهولندي المنتخب الهولندي اللي هو المعروف عنه باللقب البطل الغير متوج في كل البطلات سواء في كأس العالم أو نهيات أمم أوروبا إلى آخره ولكن هولندا للمرة الثانية على التوالي تفشل في الصعود إلى نهيات كأس العالم وليس المنافسة على كأس العالم البطولة اللي قبلها كان ينافس على اللقب والآن يفشل في الصعود فهي باعتقادي سببت نكسل معظم لعبين المنتخب الهولندي اللي كانوا بإمنوا النفس أنه في بطولة في مونديال روسيا أنهم حققوا إنجاز للكرة الهولندية ولكن أرين روبين اللي هو الجناح الطائر للكرة الأوروبية سيغيب عن الملاعب كمنتخب الهولندي وسيبقى مع باري مينيخ الألماني أشكرك محمد حسيبة من القسم الرياضي في رؤية لهم بيكون انتهت حلقة تامتي أشكرك جزي شكرا لك اشتركوا في القناة